ومساء أمس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير ميقرن بن عبد العزيز وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف تلقى البيعة من الأمراء ومفتي عام المملكة شيخ عبد العزيز أهل الشيخ وجمع غفير من المواطنين وجرت مراسم مبايعة القيادة السعودية الجديدة في قصر الحكم بالرياض أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيما ستتم في كافة مناطق ومحافظات المملكة أمام أمرائها باعتبارهم ممثلي الملك ويتماشى نظام البيعة في المملكة العربية السعودية مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تتخذها المملكة دستورا لها وأحكام المادة السادسة في نظام الحكم الأساسي السعودي إذ تنص على أن يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسرى وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في وقت سابق أمس عقب إعلان وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية قضت بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع ترجمة نانسي قنقر